السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين معاكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولتنا في العاصمة الادارية الجديدة بقال فترة طويلة تقريبا بقال اكتر من 20 يوم ما صورتش في العاصمة الادارية الجديدة النهاردة نزلت الحي السكن R7 بناء على رغبة عدد كبير من متابعين السيدة المتابعين الكرام النهاردة 1 فبراير 2021 الجو كويس جدا النهاردة درجة حارة تقريبا 20 قدام حالاتكو ده كومباوند انتراضة تابع لشركة سروح حاليا انا ماشي على المحور المركزي او المحور الرئيسي الفاصل بين الار 7 ومنطقة ارض المعارض او الاجسو سيتي ده كده قدام حالاتكو كومباوند انتراضة تابع لشركة سروح طبعا مساحة المشروع 72 فدان هيكون فيه مول تجاري على الشارع الرئيسي ويكون فيه فندق خمس نجوم العمارات زي ما حالاتكو شفتوا في الصورة كانت ارضي وسبعة دوار العمارات هيكون فيها تقريبا 2 اسنصير ده كده بالنسبة لكومباوند انتراضة ده كده المحور الرئيسي الفاصل بين منطقة الار 7 ومنطقة ارض المعارض ده كده في الصورة بدأ يظهر كومباوند اتكا اللي ظهر في الصورة ده كده كومباوند اتكا واللي بعد منه في الاتجاه الداخلي في الاتجاه الداخلي كده ده سين 7 هنبقى ان شاء الله نصوره في حلقة تانية باذن الله تعالى هنتابع مع بعض الفترة اللي جاية هنصور فيديوهات كتيرة ان شاء الله في العاصمة الادارية تاني وهنرجع تاني نصور اكتر من فيديو بحيث ان احنا نوصل للسادة المتابعين اللي امتابعين خارج مصر وداخل مصر وهو عايزين يتطمنوا على استثماراتهم ويتطمنوا على فلوسهم اللي دفعوها هنا في العاصمة الادارية الجديدة كومباوند اتكا ده كده تابع لشركة نيو بلا ازا احنا نحن شايفين نسبة الانشاءات كويسة ومعقولة مساحة المشروع 35 فدان تقريبا 1500 وحدة سكنية الوحدات هنا بتتسلم كلها تشطيب كامل بالمطابخ لنهاية تسليم المشروع هيكون على نهاية 23 طبعا الناس بتسألني العاصمة تكون صالحة للسكن امتا هو فيه احياء زي الحقيقة يحي السكن ار سري ان شاء الله بمجرد بس ما الوزارات تشتغل والناس تبدأ تروح للوزارات لحي السكن ار سري هيعتبر جاهز للسكن بنسبة 90% او بنسبة 85% زي ما حالكم شايفين كده ده كده نيو بلا ده كده كومباوند اتكا تابع لشركة نيو بلا زي ما قلت لحضراتكم التسليم هنا هيكون على نهاية 23 الحياة او السكن ممكن تصلح في العاصمة الادارية الجديدة في الار سيبن ومنطقة المستثمرين والار ايه تعالى بداية 25 او نهاية 24 ان شاء الله تعالى يعني اخلال عشرين 25 ان شاء الله تعالى هنتشوف سكان في الحي السكني ار سيبن باذن الله تعالى يعني الموضوع مش مش كبير يعني خلال ثلاث سنين باذن الله تعالى هيكون المكان ده كله اتحول مش لمباني هو بس لا اللي بنا قدمين عايشه هنا وناس هتكون موجودة في المكان هنا ده كده كمبوند ميت تون سكاي على قدينا الشمال طبعا المباني بتاعته في الجزء الجنوبي اه وزي محطك شايفين كده المرافق وعماء فيه حفر على الطريفة مش هنالف ندخل لكمبوند ميت تون سكاي بس هو مساحته 122 فدان وعلى النفس المحر اللي احنا ماشيين عليه زي قدام حضراتكم ده كده وبعد كده كمبوند فينشي زي محطك شايفين في الصورة اه على قدينا الشمال كمبوند ميت تون سكاي وعلى قدينا اليمين ميت تون اه كمبوند فينشي التابع لشركة اه مصر ايطاليا مساحت المشروع هنا مية وعشرة فدان نفس الكصة برضو المدخل بتاعه المنطقة هنا اه كمعافية اعمال حفرة على الطريق فهنحاول نحن ندخل نلف من اتجاه الجنوبي طبعا اه اخطر من حد كان مكلمني على كمبوند جنوب اه فان شاء الله تعالى هحاول انا اروح هناك طبعا صديق القناة الاستاذ صلاح التوني باستمرار بيتواصل معنا بحيث ان احنا وقال اكتر من المرة عايزين نصور كمبوند جنوب فان شاء الله تعالى هنروح هناك دلوقتي ونحاول ان احنا نصور الكمبوند ده كده بدأ يظهر ده كده نهاية كمبوند اه وبداية كمبوند اوية زي ما عادتكم شايفين في الصورة كده ده كمبوند اوية نسبة الانشاءات عندهم ممتازة جدا يعتبر الكمبوند خلصان بنسبة تسعين في المية زي ما حد كو شايفين حتى الوجهات الخارجية بدا يركبوا فيها اه 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 طبعا الصورة بتتهز شوية لان الطريق على فكرة مش ممهد خالص الطريق صعب شوية في الحركة فالناس تعذرني بس لسوق التصوير اه على قد ما بقدر بحاول ان اه 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 براحتي بس زي ما حد كو شايفين الطريق اه سيء للغاية ده كده كمبوند اوية مساحة المشروع تلاتين فدان المساحة في بتبدأ من مية خمسة وتلاتين متر واللقصات هنا على سبع سنين الكمبوند اواخد ناصية اه بين الحي السكني ار سيفن والحي السكني ار تن ان شاء الله تعالى اللي هيكون في المرحلة التانية للعاصمة الادارية الجديدة يعني احنا دلوقتي على المحور الرئيسي الموازي للطريق الدائر الاقليمي هنخش الشمال هيبقى محور الفاصل بين الار سيفن وهي على الادين اليمين هيكون منطقة الار تن اللي هتكون ان شاء الله في المرحلة التانية للعاصمة الادارية الجديدة النهاردة انا روحت على فكرة منطقة الاعمال المركزية ومنطقة السي بي دي دخلت جواها وصورت البرج الايكوني والمنطقة بتاعت الابراج بصراحة هناك فيه خلية نحل شغالة اه اه عكس ما الناس اه مطلع اشعاعات وبيقولوا ان العاصمة مفيش فيها شغل لا العاصمة اه مليانة عمال مليانة مهندسين الناس شغالة ليه ونهار اه العمل لم يتوقف لحظة واحدة اه الفترة الاخيرة انا كنت مضغوط شوية في الشغل فااا كنتش بقدر اصور او اتحرك كتير بعربيتي اه زي دلوقتي ان شاء الله هنبدأ ان نرجع تاني صار الار اسفن اه كلها ونصور الار ايه تمانطقة المستثمرين كل المناطق اللي الناس بتطلبهم مننا بإذن اله تعالى هنصورها تبعا كده ده كده كومباوند ويا كل ده كومباوند ويا كمباوند يعتبر خلصان حتى الوجهات الخارجية بدأوا يشطبوا فيها ويركبوا دلوقتي حاليا الشبابيك الألموتال والإزاز بتاعها فالدنيا تعتبر خلصانة بعد منه على طول كمباوند جنوب اللي بدأ يظهر في الصورة تابع لشركة الشرقيون أو النساجون الشرقيون مساحة المشروع خمسين فدان زي ما حالكم شايفين الأعمال برضو يعني يعتبر سير الأعمال ماشي ببطء شوية أنا كنت متوقع بصراحة أنه هنزل هلاقي نسبة الإنشاءات أكبر من كده بس برضو نسبة الإنشاءات معقولة للكمباوندات اللي حوليها بس يعني مثلا عندنا الكمباوند متاون كوندو الموجود في الصورة وكمباوند قصاد منه كمباوند جنوب أنا حاس أنه متأخر شوية عن كمباوند قوية وكمباوند متاون كوندو شوية بس إن شاء الله نتمنى أنه هم الناس شغالة مفيش يعني الكمباوند فيه ناس شغالة بس ممكن يكون فيه نسبة تأخير شوية كمباوند متاون كوندو وعلى أدين الشمال كمباوند جنوب كنت صورت أكثر من مرة في نفس المكان هنحاول ندخل بين كمباوند جنوب وكمباوند الموندو لأنه برضو أكثر من حد كان طلب مننا تصوير كمباوند الموندو ده كده على أدين الشمال ده كمباوند جنوب والعمرات اللي في الصورة الحامرة دي دي كمباوند الموندو طبعا كمباوند الموندو تابع لشركة رافكو وهو مساحته 23 فدان أنا عن نفسي بحب الكمباوندات اللي هي الصغيرة المساحتها صغيرة لأنه بيكون سهل السيطرة عليها من خلال يعني لو بوابات الأمن ويعني بيبقى فيه تحكم أكثر من ناحية الأمن ومن ناحية الخدمات بتاع تبطبها كويسة برضو يعني إيه كل ما كان عدد السكان موجود في الكمباوند بيكون أنا عن نفسي ده وجهة نظري للشخصية يعني كل ما كان عدد السكان موجودين في الكمباوند شوية صغيرين كل ما كان أفضل بالنسبة لللي بياخد ساكن ده كده كمباوند زي ما حالكم شايفين كده في الصورة ده كمباوند متاون كوندو اللي صورناه قبل كده أكثر من مرة كنا صورناه مرتين تقريبا بسم الله ومشاء الله العمل يعني كل يوم باجي هنا بلاقي فيه حاجة جديدة تعملت ده تابع طبعا للشركة بيتر هوم لها أربع كمباوندات في العاصمة الإدارية الجديدة هو أقل كمباوند فيه نسبة إنشاءات فيه تابع لشركة بيتر هوم هو متاون اسكاي يعني نسبة إنشاءات فيه قليلة شوية ده كده كمباوند الموندو ده محضراتكو اللي عليدينا اليمين واللي عليدينا الشمال الصورة اللي عليدينا الشمال ده كده كمباوند جنوب يبقى أنا كده صورت الجنوب من الاتجاه الجنوبي ومن الاتجاه الشمال الشرع المحور الشمال اللي أنا ماشي عليه بينه وبين كمباوند الموندو ده كده كمباوند الموندو زي مرتلكو مساحته 23 فدان وتابع لشركة رافكو طبعا زي ما قلت لحضراتكو قبل كده إن العاصمة الإدارية إن شاء الله تعالى بدأت تضع نفسها بين أفضل مدن في العالم إن شاء الله وهي بتسير بخطة سبتة نحو العالمية وإن شاء الله تضع نفسها بقوة على قائمة أفضل المدن في العالم لأنها مشروع قوم كبير وده إنجاز بيتحقق على أرض الواقع زي ما حضركم شايفين كده سواعد مصرية وناس مهندسين وفنيين كل الناس اللي شغالها هنا مصريين 100% وده إنجاز يحسب لنا كمصريين بسم الله إن شاء الله العمل بيتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله في العاصمة الإدارية الجديدة طبعا كنت صورت جاردن سيتي الجديدة أو الـ R5 وإن شاء الله ناس كتير طلبت مني أن أصورها هصورها تاني هروح منطقة الـ R8 بإذن الله وهصورها برضو كنت أخر فيديوهاتي كنت نزلتها في حي الوزرات هنحاول نحمى الفترة اللي جاء نعمل أبديت لكل المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ده كده قدام حضراتكم ده كومبوند ديفينشي بس من الاتجاه الشرقي يعني أنا كده من الاتجاه الشرقي ده كده كومبوند ديفينشي اللي قدام حضراتكم في الصورة طبعا كما قلت لحضراتكم على المحور الرئيسي الفاصل بين أرض المعارض أو الـ X و City وبين الـ R7 الدنيا صعبة شوية ندخل من هناك فأنا دخلت حاولت أن أنا أصور من اتجاه الجنوب زي ما حالتكم شايفين ده كده كومبوند ديفينشي على أدين الشمال ده كده كومبوند ديفينشي كل تابع لشركة مصر إيطاليا المنطقة اللي أنا بصور فيها دي كلها منطقة فيلات زي ما حالتكم شايفين في الصورة نسبة الانشاءات فيها من الاتجاه ده كويسة جدا قدام حضراتكم ده كده الموندو زي ما حالتكم شايفين فيه عمال وناس شغالة هنحاول نحن نقف عربية كده ونشوف الدنيا طبعا الدنيا صعبة هنا شوية اشتركوا في القناة